قبل ما أبدأ مع حضراتكم لقاءنا وكلامنا النهاردة وفقراتنا المتنوعة عايزة كده أقف مع حضراتكم عند حاجة كنت بتفرق كده من يومين تحديدا على أحد الأفلام الخاصة بنبينا طبعا العظيم موسى عليه الصلاة والسلام المحطة أو المنصة تحديدا اللي عاملة الفيلم منصة أكيد معنية جدا بهذا الفيلم علشان أيضا تبين حق اليهود وبني إسرائيل إزاي طبعا هذه النوعية من الأفلام بتبقى أي منصة وهي بتنتجها لأن هي من إنتاجها بيبقى عندها وجهة نظر في الكتابة في العرض في الصورة في طريقة العرض على فكرة إحنا من أفضل الأشياء بالنسبة لنا أنه كل الأنبياء عندنا ما بنقدرش نطلعهم وده شيء على فكرة أنا بشوفه رائع ليه لأنه لهم القدسية ولهم الاحترام ولهم الخيال اللي كل واحد يتخيله بنفسه ولكن الحقيقة أنا توقفت كثيرا جدا في الفيلم ده على طبعا إزاي كان يعني الصورة كانت ما بين المصري القديم أو فرعون القديم والغطرسة زي ما سموها واختيار كلمات كتيرة وما بين نبينا موسى وإزاي أيضا أنه أهله ما كانوش أو بني ما كانوش بيصدقوه طول الوقت الفيلم يستحق المشاهدة ولكن أنا وأنا بتفرج يعني شعرت كده بأنه لا الحمد لله نحنا بدأنا بشكل كبير جدا يبقى عندنا نوعية فائقة يعني الإنتاج المتميز والإخراج والتقديم وحتى النص المكتوب اللي نقدر نحطه على منصتنا زي منصة واتشت ونقدر نقدمه للعالم العربي ونقدمه كمان للعالم الغربي لما نقدر نعمل موضوعات زي الحشاشين وزي جودر في المسألة الفنية اللطيفة ليه؟ لأنه أنا كمان كوحدة عربية لو أنا بتكلم بشكل عربي لما أبدأ أشوف الأعمال بتاعتنا تاريخنا أنبياءنا تاريخنا القديم تاريخنا الحديث وأشوفه بوجهة نظري أنا وبوجهة نظري أن إحنا اللي عيشنا في هذه المنطقة إحنا اللي متأثرين في هذه المنطقة لو إحنا شفنا كل الحاجات دي بهذه الطريقة حيكون أفضل بكتير على إني أشوفه في محطة مش معنى كده أن أنا ما شوفش العالم الآخر ماذا ينتج؟ لا ينتج العالم الآخر ولكن يكون أنا كمان عندي وجهة نظري أنا بحترم دايما وجهة النظر المصرية لأن إحنا وسطيين جدا وعقلانين جدا وباحثين جدا بشكل كبير خاصة فيما يخص التاريخ نحنا نقدر نعرضه بطريقة سليمة نصل إلى المصادر اللي هي المؤكدة إن إحنا ما يكونش عندنا وجهة نظر عايزين نفردها على العالم أو ندس السم في العسل زي ما بيقولوا فعشان كده وأنا بتفرج لأ بقيت بقول إحنا لو عملنا الأعمال دي ونبدأ يبقى عندنا سلسلة منها زي ما عملنا وزي في الأعمال القديمة زي ما كنا بنعملها لكن دلوقتي بعد ما شوفنا الحشاشين وجودر ونوعية الإنتاج لا ممكن تنافس أي منصة غير عربية بشكل كبير جدا وتقدر كمان أنت تترجمها وتقدر أنت كمان تخاطب العالم ولكن برأيك وبتاريخك وبلغتك وبتأثيرك أيضا الصحيح ترجمة نانسي قنقر